رجال الفندق اليوم الحمد لله تبارك الرحمن ما شاء الله من أرواح الأيام اللي فعلا راح ترسخ وتنفيذ ذاكرة فأخذ تشور خلصنا فرحني حق شدو تارا فقلت الحين بوريكم عليه تيتوريال خصوصا طبعا أكيد مو الشامبو والبلسم بس بوريكم هذا شون تسخدمونا بنات وايد بنات دايما يقولولي سواء أخذوا مني بروديكس من الصالون طلبوا من بوتيكي طلبوا عن شي تكلمت عنا دانا في بعضهم وكلهم دانا شعرنا يدهن لأن طريقة تستخدام السيروم هي اللي لازم تكون صح عشان الشعر فيه دايما ما يدهن فيه سيروم حق فروة الراس فيه سيروم حق جدور الراس فيه سيروم حق أطراف الشعر كل شي مختلف عن تاني هذا لأن هذا البروديكس كله يساعد على نمو الشعر اللي مساوي تكميم شعرها طايح اللي ضعف شعرها طايح اللي نمو شعرها جدا بطيء والبيبي هير ما يطلع يعني كل واحدة ولها مشكلتها الخاصة اللي شعرها محترق وتعبان بالنسبة حق باقي جي لبرودكس أنا شوف 250 ميلي بعشرة ونصف سعره جدا مناسب من مكوناته مو أهور خيص لا لأن مكوناته غير مكوناته مستخدمين اللافندر مع البصل طبعا ريحته تينن لا بصل ولا أي شي تحسونه شي يعني بس لو مو مكتوب بصل كانتما تعرفون بس اقرأوا عن فوايد البصل حق الشعر بس أخذون هالقسم تحطون تارة وانتا وتسرتون عليه وتشوفون إش كثر هالبروديكتس يعني مو طايرين بالعلاني فوق 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 من الدراسات اللي مسوينها عليه انت وتسرتون عليه وتشوفون اش كثر هالبرودكت يعني مو طايرين بالعلاني فوق 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 هذا شامبو البصل اوكي ريحتها كلش مو بصل مو مثل ما انتم تخيلين وريحتها كلش مو مو حلوة ريحتها ورد والتيينل وفو طاحة وخيالية يعني البصل هي مجرد مكونات موجودة داخل الشامبو هذا طبعا يليميز هاذا اللاعين بذات هو هذا اللاعين اللي يحفز نمو الشعر ويكثف الشعر غير طبعا ان يعطيلة معه وكل شي بس هذا يحفز نمو الشعر ويكثف الشعر غير طبعاPER sü sonic بس هذا يحفز نمو الشعر ويصبح with the baby hair ريحة تيينن فيها الهافندر فيها ورود ريحتها ببايت حلوة فيها روزز طبعا كل هذا البرودكتز هذا بالذات مسوينا علشان اللي شعرهم خفيف ما بعد التكميم ما بعد الدايت اللي يطاحق بالصبغات اللي يحترق اللي يتعب اللي الشعر ويناسب الشعر السود المصبوغ الدهني المختلط الجاف كل أنواع الشعر مكان السيروم وبس وعليكم مليون عافية واللي يوصل لها ضروري تعطيني رايها بالمنتج مو من أول يوم طولوا عليه شوي وعطوني رايكم بالمنتج عليكم بالعافية تستخدمينه تقريبا إن أنا تقريبا شبه يوم مترقعة دحط منه الدلكون في فروة الراس بنات والله والله إنه تارة أبو البصل إي بي تي إذا شعر تتالف متقطع باهت ما في روح تعرفون يعني سوري للكلمة بس شعر المتولح استخدمي تارة طبعا أنتوا معبلكم إنه هو منتج بالبصل بتشمينا الحين حمسة ولا ريحة كباب لأ ما لأي علاقة إنه تكون ريحة بصل وهو ما أخذين ما أخذين الفايدة من البصل بدون يعني بدون ريحته حطين عليه طبعا روائح أطرية على أساس إنه تتناسب إنه يكون شامبو يكون كونديشنر ولأ وعلى فكرة ريحة المنتج وايد حلوة بس وعد اللي تأخذ المنتجات اللي نفس هذه سواء كانت سكين كير كانت منتجات شعر لازم تستمرين ماك شيء اسمه ما منه فايدة ما نفعني بس تستخدميني مراتين لأن هي يعني هو مو شيء سحري هو مع الوقت مع كثرة الاستخدام رح تشوفين شعرة شلباهة التلفان الميت رح تشوفين شون رح تحسين انه في حياة انا هذا بالنسبة لي اعشقة السيرمالهم ارجع وقلكم هو ماخدين فايدة البصل بدون الريحة انا احس ان رح تيكم اللقطة انه شامبو بصل ايه شامبو بفوائد البصل طبعا انتو الحين تبدرون تشون جوجل تحطون فوائد البصل للشعر طبعا اذا انتو تابين تاخدين مفرق هذا بعشرة وهذا بعشرة وهذا باربعتعش يعني مجموعهم 34 اذا اخدت مفرق بس اذا اخدت ست بيطلع لك 28 فانت على حسب احتياجت شون اللي انتو تحتاجين بتاخديني بس اهم لما يصير ست يصير مخفض سعره